أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري سيلقي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن وأوضح المتحدث الخارجية أن شكري سيلقي أيضا كلمة مصر نيبة عن السيد الرئيس السيسي في اجتماع لجنة رؤساء الدول الإفريقية المعنيين بتغير المناخ كاوهوسكا وأضاف أن القمة التي تأتي تحت عنوان تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرى القرية الإفريقية سوف تنقش سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرى القرية الإفريقية وإزالة المعوقات التي تعتري عملها كما ستشهد استعراض تقارير عدد من القضاة المعنيين بأعدة ملفات يشرفون على تنفيذها وتفعيلها على مستوى القارة ترجمة نانسي قنقر